وينضم إلينا الآن في الأستوديو العميد سامير رغب الخبر العسكري والإستراتيجي سيدة العميد أهلا بك معنا على جشرة الغد أهلا بك نتحدث الآن الساعة دخلت تقريبا ساعة واحدة ونصف ليلة أي بمعنى ندخلنا في الليلة المئة لهذا العضوان الإسرائيلي على قطاع غزة إذا أردنا أن نقوم بقراءة عسكري لسا فقط لما ظهر اليوم ولكن خلال المئة اليوم ما الذي تحقق إن كان بالنسبة للمقاومة وبالنسبة للجانب الإسرائيلي أيضا؟ أول حاجة للمقاومة قبل ما ندخل في تفاصيل كتير وأخشى أن الوقت ما يسعفناش إن تفاصيل كتير جدا كنا نحن نوصل إلى الميتيو ولزادة المقاومة تحقق خسائر في العضو فده نجاح للمقاومة الأرقام غير مسبوقة يعني ما حصلش في تاريخ الإسرائيل العرب الإسرائيلي في أي جولة إنها وصلت لهذا الرقم مع حدث الاشتباكات يعني حرب السنزافة عدد سنين لكن كان متقطع يعني ما كانش كل يوم فيه لكن احنا كل يوم فيه إغارات بتحصل على القطاع وكل يوم بيسجل خسائر كبيرة جانب الإسرائيلي وفكرة إن حتى الآن خاني يونس ومحافظة الوسط عصية ولزال الشمال رغم إن هو تقريباً الفترة كلها تعرض لكل يعني ضربات جوية ومدفعية وقوات برية بتدخل لازال حتى الآن يحقق انتصارات ولازال تخرج سواريخ يعني رشقات سواريخ بتخرج من الشمال الجانب الإسرائيلي لم يحقق طبعاً التلات أهداف اللي جاء عشانها اللي هو القضاء على حماس منع تهديدات المستقبلية وتحرير الرهائن كل محاولاته لتحرير الرهائن بالقوة فشلت بالإضافة للي قتلوا بنيرانه آخرهم أربع النعارضة اللي هم الأدامي اللي من 2014 طبعاً كان العملية مأسومة نصين نص الأول كان فيه هدنة أنا شايف إن أداء المقامة في نص الثاني كان أفضل لأن نزلت بكل قويتها النص الثاني هل أنت تتحدث حضرتك على ما بين لأن الاحتلال إسرائيلي فرق ما بعد الهدنة لأن الاحتلال فرق ما بين الشمال والجنوب قسم العملية إلى مرحلتين الشمال والجنوب هل الشمال كان ربما سهلاً نوعاً مع الاحتلال للدخول إليه هو صحيح أنا وكما قلت حضرتك لازلت بعض السواريخ تخرج من هناك ولكن هل الشمال كان أسهل عن الجنوب ألا الجنوب لازل مستعصد عن الاحتلال أسهل أولى الاعتبارات جغرافية وتوبغرافية إنه هو عرض القطاع مش كبير فكان الدبابة لو دخلت من جحر الديك ممكن في خلال نص ساعة تكون وصت النحى التانية على الساحل على الرشيد عكس خان يونس 14 كيلو عرض القطاع يعني قد المناطق فوق فيه 8 كيلو 9 كيلو يعني وفيه مناطق 7 كيلو فبالتالي كانت بتسهله الاختراق السريع بالإضافة لأن القوة اللي كانت في الشمال كان في وقت ثلاث فرق دلوقتي متقسمة يعني فيه فرقة في الوسط وفيه فرقتين في الجنوب وفيه فرقة في الشمال هذا يسهله عملية الاحترام السريع؟ الحجد بيساعد في الإنجاز لما يكون عندك حجد وقوات فالقسميين وبقى الفصائل اللي في الشمال تعرضوا لنيران مكسافة وعمليات مكسافة فبجانب حاجة كان فيه فكرة الاقتصاد في القوة يعني عشان ما يتعرضش لعدو مندفع فيحق خسار يحصل في خسار كتير فكان بيعتمد على البقاء في الأنفاق ويعني الإغارات الليلية لكن مع تطور العمليات هي اشتعلت في كل منطقة يعني حتى الشمال حقها خسار كتير مقدرش أقول الخسار ده كلها في معركة الجنوب أو معركة الجنوب كانت المقاومة فيها يعني العناصر موجودة فيها أقوى لا هي فكرة الموجة كلها اختلفت لأنه بعد الهدنة أدرك تماما أن رجع العدو أقوى يعني أكثر فتكة يعني بتعامل بأكثر عنفا فبالتالي يعني كان لابد أنه هو يظهر نوع من الرضع في المرحلة التانية مع الاقتصاد برضو عشان يقدر في السواريخ يبقى عن سواريخ طلحة في المغذفات والسلاح يبقى عنده وخاصة أنه لا يستعود امداداته طيب عندما يتحدث اليوم بين يمين التانية في مؤتمر صحفي يعد ذات الكلام منذ بداية العدوان حتى اليوم نحن نوصل هذا القتال نحن سنحقق النصر ولكن قال شيئا مهما بدأ القادة الإسرائيليون تحدثون عنه في الأون الأخير وهو السيطرة على محور فلاديلفيا هذا المحور بنسبة الإحتلال مهم جدا أصبح يتحدثون عنه اليوم بشكل صريح جدا ويريدوا السيطرة على هذا المعبار فبالتالي هذا كيف تنظر إليه عسكريا وحساباته مع جانب المصري أيضا أولا هو يعني عرفة اللي هو بيحاول ياخد حجج ما علاقة فلاديلفيا بما يحدث لك من خسائر كجانب إسرائيلي يقول أنا من هنا تعبر الأسلحة وتدخل الأسلحة كيف تعبر الأسلحة؟ واحنا مصر مش عشان غزة الكلام ده قبل غزة بسنين احنا خلينا المنطقة الحدودية خمسة كيلو فالنفق كان بيطلع من بيت لبيت يعني لازم بيقى فيه نقطة خروج فنقطة الخروج دي مش هتبقى فيه أرض مفتوح لازم يبقى فيه مكان يداري الخروج تبقى في مكان تتحط فيه الحاجات وتعدي فالكلام ده انتهى عندنا يعني هو فيها إساءة أدب يعني هل احنا مش قادرين نأمن حدودنا ولا احنا عايزين نساعد تحت الأرض والاتنين فيهم إساءة لنا الحقيقة لأن مصر بتساعد فوق الأرض مش محتاجة تساعد تحت الأرض بالإضافة لأن هو النهاردة اعترف وقالي احنا مخدناش خرار يبقى كلام ده مجرد الاستلاك المحلي يعني مفيش خرار للتاخل لكن ردده كثيرا يعني القادر الإسرائيليون في الداخل يعني كثيرا في الأيام الماضية حديث كثيرا عن المعبر في راديلفي لا أقول حضرتك الموضوع جايز دايما في كل مرة بيتسائل في مطامر صحف سواء هو أدنالها جايز طيب الصحفة جايبة كلام ده منين في جنرالات عندهم متقعدين يعني فهم بيحبوا الأضواء فمنهم واحدة أنا حقولك اسمه اسمه جيورا إيلان كان رئيس مجلس أمن القوم وكان أحد جنرالات اللي هو في التخطيط كان بيعمل في التخطيط العمليات فهو اللي وارستري جنرال بتاخد منه والصحفة تنقل على دابلو اس جاي والقنوات تنقل على دابلو اس جاي يروح رايح لمطامر الصحفة فالصحفيين بالنسبة له من موضوع سري فلما يسأل نتنياهو مش حيقدر ينفي يعني مش حيقدر يقول أنا مش هحتل الممر فلازم يقول إحنا نحتل الممر وجياله يعني كتبة تبايد وجهه لسيما فضل الضغوطات التي عليه وفضل الفشل الضغوطات اللي عليه وعايز يقول إحنا عندنا مشكلة إن إحنا هذا الممر كان ما بين مصر وفلسطين وعادت منه أسلحة هو ده اللي بي يعني هو فكرة أولا أنا ليه تقرير في في أحد المواقع الكبرى وقنوات الأجنبية تقرير تقص حقاق قبل الموضوع ده يعني وكانوا بيسألوا يعني إزاي الأسلحة دي دخل فأنا أثبت في التقرير إن كل ده تصنيع محلي يعني الاربي جي السلاح نفسه القازف نفسه موجود يعني من مخلفات الحروب يعني موجود وما هواش موضوع القذيفة اللي اتعاملت اليسين اليسين أو تي بي جي هو طوروها طوروها منين من بقايا الطلقات اللي بتسقط عليهم والقنابل في الجوالات فيه ما بيمفجرش بياخدوا الحشوة الجوفاء اللي جوها والمواد المتفجرة وبيصنعوا وعندهم يعني مسابك بتعمل النحاس اللي هو بيبقى فيه الكنتينر نفسه أو الكنستر نفسه اللي حيبقى فيه لعبه والدرونز البحرية معمولة من أمبوبة بوتجاز يعني الشاسي أمبوبة بوتجاز والزعانف اللي هي دي اللي بيستخدمها لغطاصين اللي هما هو والأجهزة الجيدانس اللي هو التوجيه والكلام ده كله موجودة ممكن تجيبها من على الإنترنت يعني الاحتلال غير مقتنع بكل ذلك وهو يعتقد على الأسطحة كلها أيوة يعني ما فيه سلاح حديث قديمة من إيران طب فين الدفاع جوي طب ما يعني هو اللي بياخد من عندنا ما بياخدش ليه دفاع جوي طب ما هو عنده نفع بيعد منه بجانب المصر لما عملت ده ما كانتش فيه حرب غزة عملت ده عشان لحاجة تعدي من الشرق الغرب أو من الغرب الشرق ولا من الشمال الجنوب ولا من الشمال شكرا